خليني اتفق معك أنا هوند وأتكلم في نقطة مهمة جدا في بعض الأمور اللي تطرقت لها وهي مستر كولر غير فلسفتنا عن ما عندناش لعيب أساسي ولعيب الاحتياطي ودي نقطة مهمة جدا مستر كولر غير الفكرة ده تشوف اللعيب والروتيشن والتدوير اللي بعمله مستر كولر مع اللعبين ده مد انطباع اللعيب اللي بيغيب بينزل لعيب مكانه فمستر كولر بيجيد عملية التحضير للنفسي وتهيئة اللعبين بالمناسبة أنا هوند انت ذكرت نقطة مهمة جدا أن الإعداد النفسي وقت الهزيمة خلينا أقولك على نقطة فارقة في مشوار النادي الأهلي الموسم الماضي وأنا كنت تشاهد على الحدث بعد هزيمة النادي الأهلي من سانداونز في ملعب بريتوريا 5-5-2 وأنت كمان كنت بتبقى معاهم تحديدا هناك فلامس الموضوع بشكل مباشر مستر كولر كان مع الدكتور خالد الجوادي والمترجم مستر كولر فمستر كولر شاف الحزن والانكسار شوية عند دكتور خالد الجوادي فمستر كولر قال له ما ينفعش أن تكون بالاستسلام ده أنت مش هتقدر بالحالة دي توصل اللي أنا عايز أقوله للعبين لازم تقوم ولازم تقف لأن البداية الخطوة للنجاح هتكون من المشهد ده وكلامه مع اللعبين أعتقد كانت نقطة فارقة في مشوار النادي الأهلي واعتبرها من المحطات الصعبة جدا وإحنا كمان أنا هوند بنتكلم على الأمر الإيجابي هو حالة الانسجام اللي بقت موجودة بشكل كبير ودي بدايتها هنقول من معسكر الإعداد اللي كان في النمسا اللعبين الجدد إمام عشور اللي دخل في فرمة المباريات بسرعة وخلينا نتكلم أنه كهربة لي دور كبير جدا أنا هوند في الأمر ده وانت بتتكلم على الصورة دي صناقية إحنا شفناها كتير جدا في معسكر الإعداد في النمسا كهربة مع إمام عشور حلقتهم قوية فعلا قوية جدا وكهربة بيتعامل كواحد من كبات النادي الأهلي بإضافة طبعا للكابتن محمد الشيناوي كمان الحالة مع المغربي ريدا سليم والحالة الفنية والبدانية اللي ظهر عليها في أول مباراة أمام المصري وأنا برضو عايز أطمن الجمهير نهوند كان ريدا سليم طبعا غيب عن المباراة الأولى لظروف الإقاف في المباراة الثانية كان عنده كادمة خلينا نطمن الجمهير يعني زي أكد لنا لدكتور رحمة أبو عبلا دكتور رحمة جبال الله رئيس الجهاز الطبي إن شاء الله يكون موجود في التدريب غدا بمشيط الله ويكون جاهز طبعا لمباراة أمبي مباراة الدور قبل النهاي عايز أتكلم كمان عن حسين الشحات يعني حسين الشحات واحد من اللعيبة المهمة جدا والمؤثرة في النادي الآلي وتقلق محمد مجدي أفشل عمل واحدة من أجمل مبارياته أمام سان جورج وسجل بدل هدف هدفين نفس الأمر بالنسبة لكهرباء اللي راجع بقوة وسجل هدفين وأكيد تقلق بير ستاو في أول مباراة بالدور أمام المصري يعني قدر أقول أن القوام الأساسي الفريق النادي الأهلي من أول محمد الشناوي مرورا بعبد المنعم ربيعة وطبعا ياسر إبراهيم وعالم علول هاني مروان عطية ديانج أحمد نبيل كوكا كريم الدبيس باقي لعبي خط الأمامي في فرمة ممتازة منتظرين إن شاء الله ومنتظرنا إن شاء الله مباراة أمبي في الدور قبل الانهاء الكأس مصر وعندنا مواجهة قوى جدا أمام فريق الإسماعيلي في الدوري اللي بدي السنة بشكل مختلف ويقدر أنه يفوز في المباراة الأخيرة على الاتحاد السكندري بسلسة أهداف مقابل هدف ومعه مدير فن محتار ما هو الكابتر